بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين مرحبا بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في دورتكم الدورة المجانية التاسعة في خط النسخ في الجزء الثاني من الدرس الثالث يوم الخميس الليلة الطيبة المباركة ليلة الجمعة تكلمنا يا أخواني الكرام في أول الحصة أو الجزء الأول تكلمنا إزاي أن احنا ناخد بالنا ننتبه لبعض الأشياء المهمة جدا اللي هيكون لها الأثر الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى في أن احنا نستطيع أن نجلس فترات طويلة من غير نتعب نجلس فترات طويلة ونكتب بشكل صحيح نكتب فترات طويلة ويكون كتبتنا شكلها جميل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طيب ذكرنا أول شيء يا أخواني مسك القلم إن شاء الله بإذن الله هيكون عندنا توضيح عملي الآن لطريقة مسك القلم بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل هنعمل ستوب شيرينج وهنجيب حضرتكم نفتح الكاميرا العملية علشان إن شاء الله بإذن الله نشوف مع بعض حضرتكم هتقلبوا في الصفحات اللي أمامنا غاية لما نوصل للصفحة اللي مفتوحة كاميرتها مفتوحة بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان هنوري حضرتكم مسكة القلم والطريقة الصحيحة اللي حضرتك وحضرتك هتعلم أولادك وتعلم أولادك وتعلمي أولادك وبناتك إزاي إنهن يمسكنا بطريقة صحيحة وبشكل جميل بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قلبوا في الصفحات لغاية لما تلاقوا إيدي تحت الكاميرا بهذا الشكل إن شاء الله بإذن الله يا إخواني الكرام والأخوات الكريمات صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا أيديها تحت الكاميرا إن شاء الله بإذن الله أول شيء إن شاء الله ياريتني أكفل المايك بعد إذنكم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا جبت القلم قدام إيدي حضراتكم تمام خلوني أخلع الخاتم ده عشان ما يصنور شيء في عينيكم ويكون التركيز على الإيد مش على الخاتم صلينا على النبي هكذا تعلمنا وبالذات الإخوة اللي بيشتغلوا مع الزوء الإحتياجات الخاصة تخليش أي شيء يلفت نظر انتباه طلابك غير الشيء اللي مطلوب طيب أنا عندي حضراتكم عندي هنا مكان فجوة بين الإبهام والسبابة السبابة اللي بتقول أشهد أن لا إله إلا الله والإبهام اللي بنبصم بيها الصبع الكبير اللي بنبصم بيه صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب طيب اتفضل يا أستاذ بعد أن نصل على النبي صلى الله عليه وسلم أنا هقول لابني أو بنتي نخلي الألم في المكان في المنيم بتاعه ده دي أول شيء يساعدنا ويساعد أولادنا وبناتنا إن هم أو إنهن يمسكنا القلم بطريقة صحيحة طيب هاجي بالألمين اللي اتنين دول بس مش طالب من حضرتك حاجة تاني التلاتة دول اعملهم سبارت كده فصل لهم خالص خلي المسك بالألمين لاتنين دول بس صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم متابعين معي يا حضرتكم يبقى أنا يا أخواني الكرام والأخوات الكريمات جبت القلم وحطيته في المكان ده وطلبت من ابني أو بنتي إنه يمسك أو حضرتك وحضرتك طيب أمه الوسطة ده فييدته ايه الوسطة ده هيسنت هيجي من هنا بالجزء ده السند هيكون في الجنب هيسنت بهذا الشكل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب والخنصر والبنصر طيب هيكونوا نايمين في بطن اليد طيب هنجد أبنائنا بيعملوا سلوك معين هجد إن خطه صغير لو ابن حضرتك وابن حضرتك خطه صغير صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم هتقول له يبعد سن الألم عن إيده طيب الولد اللي خطه صغير واللي مقرب سن الألم جامد قل له يا حبيبي ابعد سن الألم طيب اللي خطه كبير جدا مسك الألم وتلاقي خطه كبير قربه يعني تقريبا سنطي ونص اتنين سنطي من مسكة اليد هقول مرة أخرى هنا التجويف دوا للقلم وبييجي عليه السبعين دول الإبهام والسبابة بيمسكوا مع بعض بعدين حضرتكم الوسطى بيسنت جنبهم أهو من أسفل منظر المسكة من أسفل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفته من تحت أهو هذا المنظر من أسفل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم من الجنب أهو طيب هذا المنظر الجانبي طيب وإيه تاني من الخلف ولا من أعلى أهو مسكة رأسي من أعلى صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اهو من الجهة الاخرى اهو التجويف ده الاتنين دول هنا السبعين دول في التجويف ده طيب الحتة دي الحتة دي اسمها ايه بالعلم التشريح الحتة دي الرست دو مش دية عزمة الرست اللي هي عزمة الايه الساعد بتقوله بنسميها ايه يا شباب بنسمي العزمة دي عزمة الناس اللي مسحصحة معايا واللي بتجاوب معايا اسمها عزمة ايه الناس اللي مسحصحة معايا فيش حد معايا الناس خرجت الحمد لله المعصم تقصدي المعصم طيب المعصم الرست صلينا على النبي صلى الله الله عليه وسلم الرست ده يا استاذ هناء انت اللي مسحصحة معايا انت واستاذ سليمان زكريا الرزغ دوا طيب الرزغ ده هنا الجزئية دي جزئة جزئية ارتكاز صغير هقول تاني جزئية دي جزئية ارتكاز صغير. يعني انا بكتب كده. باجي من هنا واكتب اهو. يبقى الارتكاز هنا اسمه ارتكاز صغير. طب ازا كان فيه صغير هيبقى كبير. اه ما سند برافو على حضرتك. نعم. طب الكبير بقى الارتكاز الكبير. لما انت قلت لنا صغير. ايه الارتكاز الكبير? هو المرفق. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. مرفق اليد. الكوع بالمصري. زي ما بنقول عليه الكوع. هو المركز الارتكاز الكبير. يعني انا لو جبت الكوع. الكوع. المرفق. القلبه. هو ده مركز الارتكاز الكبير. ده علشان سطر واحد. لكن التانية لو انا ببععد يعني بتحرك مسافة كبيرة. بيكون ازا انا جالس طبعا ده مركز الارتكاز الكبير. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. الحصة اللي جاية ان شاء الله. انا هكلمكم على وضع الدفتر. النهاردة احنا اتكلمنا على مسكة القلم. حصة جاية. انا هتكلم على وضعية الدفتر. بتاع حضرتك. او حضرتك. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. علشان نشوف الدفتر بوضعه بيكون ازاي. ان شاء الله باذن الله. مش مباشرة انا باجي اكتب. لأ هناك وضعية معينة للدفتر. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى طيب اتكلمنا عن مسكة القلم حد عنده ملحوظة أو سؤال معين على مسكة القلم حد عنده استفسار إحنا دلوقتي في جوزئية مسك القلم وأكيد منكم يعني نسبة لبأس بها من 10 إلى 20% بيمسكوا القلم غلط أنا ما شفتكمش كلكم لكن هذا توقع ومن خبرتي يعني ممكن نجد لو حضرتكم 100 بتحضرهم هنجد من 10 إلى 20% بيمسكوا القلم بطريقة مختلفة من وجهة نظرنا إن هي غلط صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب ابني وبنتي اللي يعني مستصعبين أو اللي في بداية الأمر في بداية الكتابة إذا عايز تسهل عليه شفنا مثلا أعتقد أنه عندما يكون الكلام صغير في الحجم هل يؤثر على الخط نعم يا أستاذة أستاذة هناء سؤال حضرتك طبعا مزبوط لو حضرتك جبنا كلام صغير كان حد من الطلاب لدعي لذكر اسمه جاي بكلم صغير وبيكتب به وهو خطه كويس لكن المرة دي كان خطه مش مش زي ما احنا اعتدنا منه فالقلم كان صغير فالقلم القصير بلاش اقول الصغير كان كده مثلا فكان الولد لما يمسك أو الأخ لما يمسك يمسك القلم فالقلم بيعبر مش مش قادر يسند ما احنا قلنا دي مسند دي المنطقة دي ده هي دي مسند صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم القلم بيسند هنا القلم يا جامعة الخير اول ما يصغر عن المسند ده يبقى هنا كده خلاص غير القلم خلاص حلو؟ يعني لما القلم يقصر ويبقى طوله مش طايل المسند بتاع ايد الولد او ايد حضرتك معتش قادر بقى صغنن كده استخدمه في التصطير استخدمه في تتلون بيه حاجة لكن ما تستخدمهش في كتابة الخط صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم تمام يا اخواني الكرام والاخوات الكريمات طيب ايه الامر التاني يا استاذ اوري حضرتك بعض الوسائل المعينة يعني انا يعني بيعترضني بعض الطلاب بكون يعني بصدد التدريس لبعض الطلاب او العمل مع الطلاب او الابناء اللي بجد انهم عندهم مشكلة ما المشكلة بتاعتهم ان هم مسكين القلم بشكل غير صحيح او محتاجين مساعدة لو جينا حضراتكم في السلايد اللي امامنا هنا اللي شفنا عند الولد او الاخ اللي مسكن له القلم لازقينه او مسكينه عاملة زي توكة الاخوات الله يعزهم ويعزكم الاخوات لما الاخت بتلبس التوكة بتاعت الشعر دي دي زي توكة الشعر هو عمل التوكة دي على هيئة شكل تمانية صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب ليه عملها علشان الاولاد الصغار اللي الالم ممكن بيقع من ايديهم الالم عمل لهم حملي على ايديهم بنسهل عليهم الموضوع دوا تمام طيب ايه تاني بستخدم المعجون عندي اولاد بيجلسوا بجد انه هم بيكتبوا بطريقة خطأ مسكين القلم خطأ صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هم مسكين القلم خطأ بعد ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انا بجيب المعجون اللي هو بالمصري الطين السلصال صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعجن حتة صغيرة العجين الخبيز بتاع ماما صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعجن منه قطعة صغيرة قطعة معجون وارح حطتها مكان الولد ما بيمسك القلم صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم واعمل زي علامة بيت لمسكة الاب اضغط بأيديا اضغط بأيديا على ايديا اخلي ايديا تعمل منيام علامة تعمل جراش لنفسها تعمل طبعة بحيث ان انا بطبع بالمعجون على يد الولد على القلم وخلاص بسبت القطعة ما تكبرش قطعة المعجون قطعة صغيرة جدا بحيث انه كل مرة هيمسك القلم هيفتكر المسكة دي وهرجع اقول لحضرتك وحضرتك الاولادنا مش هيغيروا مسكة القلم في يوم واحد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شهر ولا اتنين ايوة نعم عاجين السلصال نعم نعم مش هيغيروا مسكة القلم حضرتكم في يوم واحد بالعكس الموضوع محتاج صبر طيب طيب ممكن واحد تجده بيمسك بالسبعين دول يا احمد يا عبدالغاني بتقول لي بعض الاخطاء تجد بالسبعين دول هنسبق الاحداث دلوقتي وهنقول في ناس بتكتب كده وهنا الكلام ده ها شايف ايديا في ناس بتكتب بهذا الشكل كده يجي يكتب كده طيب او مسكوا 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 بالشكل الصحيح اهو مش مش مقعد ايده على قعدة الارتكاس صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم انا كده رجعت للسلايد الاولاني اللي هو مسكة القلم صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب يا اخواني الكرام ايه تاني يا استاذ حاضري يا سبزة اتكلمنا عن الجلوس في الجزء الاولاني ووضع الجلوس والمكان اللي انا اجلس فيه ووضعية الجلوس الخاطئة اللي هنحاول نبتعد عنها والجلوس السريع او عفوا الجلوس الصحيح صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب اه مش كل الناس بتكتب بالرصاص كويس ولا كل الناس بتكتب بالالوان الجميلة دي كويس فانت حضرتك وحضرتك انت اصلا انت بتحب لون غير اللي انا بحبه واحمد عبدالغني بحب لون غير اللي انا بحبه وهكذا طيب ايه اللي انت عايز تقصده اقصد اقول لحضرتك اعد جرب مجموعة الاكلام اللي عندك هات مجموعة من الاكلام مجرب شوف اللون اللي انت بتحبه تكتب اول حاجة باللون اللي انت بتحبه طيب ما ترغمش عنيك يعني فيه ناس بتتدايق من اللون الاسود كتير فيه ناس بتتدايق من الالوان الفسفورية اللي قدام حضرتكم دي طيب فيه ناس بتتدايق من اللون الازرق فيه ناس بتحب اللون الاحمر ده على بسبب العين عندهم وراحة العين واشياء كثيرة جدا واشياء نفسية واشياء بدنية واخدين بالكم بيحب لون يختلف عن اللي أنا بحبه واللي أنت بتحبه طيب الشاهد من الكلام أن حضرتك وحضرتك ما تكتبش بالقلم اللي مش بتحبه أو بمعنى أصح جرب المجموعة الأقلام الألم اللي قلبك يرتح له اللي تحس أن أنت مرتح له هو ده اللي تكتب به وبعد كده تشتري النوع دوان وتقول أنا بحب الألم ده وسأكتب بالقلم ده إن شاء الله تعالى صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم تفقنا يا ألحسن خطك أونلاين طيب طيب هقول لحضرتك الأستاذة هنا العوامي بتسأل بتقول ما الحكمة أو ما السبب في قون خطي بقلم الرصاص أجمل من الخط بالقلم الحبر أول حاجة القلم الرصاص مالوش بلية حديد بيجري على الضفتر حضرتك ليكي ميل معين في مسكة القلم تتماشى مع الميل الجميل بتاع الرصاص عن القلم الحبر الحبر لازم يقف عمودي أو القلم البلية الحديد أو أي قلم له وضعية عمودية غير الرصاص الرصاص في أي ميل بأي شكل هيكتب مع حضرتك بالإضافة إن القلم الحبر سريع في الكتاب إذا كنت بتقصيد الحبر اللي هو أبو بيليا حديد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ده بيخليك تكتبي بسرعة القلم الرصاص بيخليك تكتبي على مهلك القلم الرصاص لو غلطتي بتقدري تمسحيه فأنتي نفسيا أصبح في حب وارتباط مع القلم الرصاص فأصبح هناك إبداع أنا أتوقع ذلك أنا ما عرفش شخصية حضرتك لكن هذا رداً احتمال يعني ردي ده هو احتمال ليس جزم فأصبح هناك إبداع بالكتابة بالقلم الرصاص تمام يا أستاذ هناء غداً لسؤال حضرتك اللي سألتي من شوية عندما أضغط على القلم الرصاص بكوة فماذا أفعل؟ تينكسر السن طبعاً حقه ينكسر هو له له درجة تحمل معين الحل حاجتين يا إما تجيب نوع سنه أكوى وموجود في المكتبات يا إما تخف الضغط عن يا أستاذ محمد تخف الضغط شوية عن سن القلم علشان ما يتكسر صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة أن نوعية القلم ممكن لوحدها أصلاً بتكسر لوحدها جوة يعني إحنا أحياناً نشتري بعض نوعية من الأقلام الرخيصة تجد كل ما تبري مكسور تبري مكسور هو ده نوعه سيء أصلاً القلم ده نوعه مش تمام ولا نوعه جيد كما النوع الآخر الغالي أو النوع الكويس الاخر صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب نوع الفيبر كاستل أنا بنصح به والنوع الثاني اللي في السعودية اسمه إيه يا أحمد مش قرامكو حاجة ثانية قريبة من كده أنا مش متذكر اسمه الآن شركة أخرى روكو وفي حاجة ثانية كمان دول نوعين روكو كويس أيضاً تمام؟ اللي هو فيبر كاستل تقريباً اندونيسي الصنع والروكو أظن تقريباً والله أعلم سعودي ما أعرفش مش متأكد لكن الروكو كويس ومنتشر في السعودية بيستخدموا أكتر السعوديين في السعودية أو اللي جالسين في دول الخليج نعم فيتنام الروكو فيتنام طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طيب عندنا أستاذ زكريا سليمان زكريا كل نوع التمساح أنا ما جربتوش لكن أستاذ زكريا بينصح بي طيب يا أخواني الكرام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم العمل جاي ما تستعجلوش الناس اللي متحفزة العمل هنكتب جميعاً من الحصة الجاية الأشياء دي هتكون واجب على حضراتكم تكتبوها بشكل جميل أهمية السطور السطور دي أي شي له مجال معين الطيارة لها مجال بتطير فيه السيارة لها أسفلت بتمشي عليه السفينة لها مجال مائي بتمشي عليه الحضرتك الخط حضرتك له مجال معين ألا وهو الخط ده هو اللي هو إحنا هنسميه السطر هتمشي عليه أهمية السطور يا جماعة أنا بأنصح اللي يدفتره مش متسطر يسطره دايماً محدش يصحح إن شاء الله ولا يكتب إن شاء الله إلا أن يكون نسطر صفحته أو الشغل اللي هيشتغل فيه بإذن الله تعالى طيب النقطة الخامسة المسافات ما تكتبشي وتضيق المسافات والكلام ده هنتكلم عليه عمل إيه الحصة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله لكن يهمني أن تترك مسافة واحدة بين الكلمات زي ما سبنا بين I وكان مثلاً إذا كنا بنكتب إنجليزي هي نفس المسافة اللي هتركها بين كان و put ونفس المسافة space between نفس المسافة بين put و space أيضاً بين space وبتوين وكذلك بين between words يعني تترك مسافة واحدة تخلي في مسافة تريح العين والكلام ده كله لابد إن إحنا نكون عارفينه عملي كويس جداً وأنا هوريكم بعض النمازج دلوقتي إن شاء الله بإذن الله علشان أنتو تحكموا وأنا مش هكتب خط لكن أنا هوري حضرتك نموذج يعني حاجة بسيطة جداً جداً وأعيز من حضرتك وحضرتك تقولولي رأيكم فيها صالين على النبي صلى الله عليه وسلم هنروح للكاميرا العملية يا ألحسن خطك أونلاين علشان حتة المسافة مناسبة بين الكلمات نترك مسافة ليست بين الكلمات وبس ده كل شيء تعالوا إن شاء الله إلى كاميرا العملي قلبوا في الصفحات لغاية لما تلاقوا كاميرا العملي صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا هكتب بكلم رصاص عادي جداً وهعمل شيء معين وعايز رأي حضرتكم في هذا الشيء أنا لو مسكت الكلام وعملت بهذا الشكل عملت خطوط بكتب خطوط أهو بهذا الشكل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بعد شوية رحت عامل خطوط كده صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب وبعدين أنا رحت عامل خطوط كده وبعدين رحت عامل خطوط كده صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كل الخطوط إن شاء الله واضحة عندي وبعدين رحت عامل خطوط كده وجيت تحتيها وروح تعامل بهذا الشكل وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم واضحة السطور اللي أمامنا طيب طيب آخر حاجة الحمد لله آخر حاجة أنا أنا ما بكتبش ده أنا بسأل حضرتك عامل نماذج قدام حضرتك وحضرتك وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا جيت عامل ماشي بخطوط واحدة وبميل واحد وسايب مسافة واحدة وخلصت هذا الشكل أنا مش عامل سطور ده لما هيكون في سطور هيكون شكل أوضح إيه رأيكم في الشكل رقم واحد ده الشكل ده رقم واحد وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم رأيكم في الشكل ده مقارنة بالشكل. رقم اتنين. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. لسه لسه ما عملناش حاجة. ده احنا كل ده. بس انا بسأل حضرتك. رقم تلاتة. الشكل رقم تلاتة. والشكل رقم اربعة. والشكل رقم خمسة. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. والشكل رقم ستة. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنبص عليهم كلهم كده مرة واحدة نظرة واحدة وتقولوا لي ايه رأيي حضراتكم. حاضر. تمام كده واضحة على الكاميرا. طيب شوفوا يا الحسن خطك اونلاين. اصبح عندنا ست اشكال. طيب بعد كده هعمل رقم سبعة. انا هعمل كده وبعدين وبعدين هعمل كده وبعدين هعمل كده. ده بقى ايه شغل حد تاني. وبعدين كده وبعدين هكتب تاني اهو. شوفوا المنظر. ايه اسوأ منظر من وجهة نظركم. ده رقم سبعة. اسوأ واحد عينينا هتتدايق منه هو رقم سبعة. وده حال بعض الطلاب يقعد يغلط ويشخبط وبعدين شوية ويشخبط. غلط يا حبيبي. وغلط يا اختي. روح عامل كده وخلاص. طبعا كلنا لنجمع ان اسوأهم رقم سبعة. وصلين على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. اللي عينينا تبدأ ترتح له. فيه تلات اشكال عينينا ترتح لهم. ايه هما? واحد وخمسة وستة. احسنتم. برافو عليكم. فيه اشكال عينينا اه هي بشكلها هي ماء منتظمة. لكن مش مرتح لها عينينا اللي هو رقم. ها? اللي عينينا مش مرتح لها يا استاذة آآ بسمة حفيصي. ها نعم. غير مريحين للعين. آآ لكن اكثر شيء مريح للعين اللي هما بانتظام. اده واحد صح. وخمسة صح. وستة صح. ازا بعيدا عن خط النسخ. في حياتك العامة. ده انت لما بترتب مكتبك. وترتب غرفتك. عايز عينك ترتاح. عايز عصابك ترتاح. الموضوع مش بكثرة الاثاث في البيت. ولا بكثرة الكتابات. الست اللي مالية بتها اثاث. لو خفت نص الاثاث عندها. اتحس ان بتها مرتاح جدا. وفاكر ان هي عمالة زين. واترا يعني عمالة تعمل انا اسف. بتها مخزن. الكلمة دي بصفة عامة. كلمة بصفة عامة. مش لحضرتك. ولا لحضرتك. ده دي نصيحة عامة. بالله عليكم لو طلعتوا نص الاساس وتصدقتوا بيه على الفقراء والمساكين. وسبتوا بتكم بنص الاساس والله ستجدوا راحة. ابنائكم هيتحركوا في البيت بكل راحية. طب ايه علاقة الكلام ده بالخط? اه. علاقته ما تملاش الصفحة بالكتابة. خلي الصفحة فيها متنفس. وزع. شفت التوزيع هنا جميل ازاي? وزع. وزع شغلك بانتظام. هتقول لي ازاي? ده ده موضوعك انت. ده سؤالك انت. انا بشكر حضراتكم جميعا. علشان وقت الحصة. بشكر حسن استماعكم. ان شاء الله انا كده كلمت على خمس نقاط. الحصة الجاية. هنكمل باقي النقاط عشان ما لا نهدر حق نقطة على حساب الاخرى. كده النقطة ديت خاصة بترك المسافات. احنا رجعنا للكاميرا النظري. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. النقاط من ستة الى عشرة هيكونوا الحصة الجاية ان شاء الله. مع آآ قصتي مع طلاب آآ كلية الطب البشري في آآ مصر. في جامعة من الجامعات. انا كنت آآ ان شاء الله حصل يعني احتكاك مع الطلاب واشياء من من هذا القبيل. لكن انتوا لاحظتوا النهاردة ان انا عمال اقول لولادكم لولادكم. ما قلتش لحضرتك. وحضرتك. الكبار في السن اللي مش هيقدرهم يحسنوا يمسكوا القلم بشكل صحيح. ليهم القصة ديت ان شاء الله سبحانه وتعالى. انا بشكر حضرتكم جميعا على حسن استماعكم. وسعدت بكم. وآآ ان شاء الله اتمنى ان القاكم يوم آآ الاحد في صحة في تمام الصحة وتمام العافية. باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله آآ نختم مع خير الكلام. آآ من مستعد ان شاء الله من الاخوة والاخوات ان يختم لنا ان شاء الله يا اخواني الكرام. مين من الشباب اللي عنده استعداد وشجاعة ادبية? انه يقول انا اختم ويختم لينا بصوته الجميل. يا اهل حسن خطك اونلاين. طيب استاذ محمد ما شاء الله ما شاء الله طبعا طبعا. ان شاء الله استاذ محمد آآ الفاروق سعد فرحان. طيب اهلا وسهلا. تفضل يا استاذي الفاطل. استاذ محمد الفاروق. افتح الازن لحضرتك. جهاز حضرتك مسمى. محمد الفاروق. اهل تفضل يا استاذي. السلام عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته يا حبيب قلبي يا فارس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة. الى ربها ناضرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرا. كلا إذا بلغت التراق. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أحسب الإنسان أن يترك سدا. ألم يكن طفة من مني يمنا. ثم كان علقة فخلق فسوا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. يزاكم الله خيرا يا فارس الجروب. ونفع الله بكم. شكرا لإخواني الكرام والأخوات الكريمات. نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. نلقاكم يوم الأحد إن شاء الله في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة. السابعة بتوقيت مصر أم الدنيا. مع السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.